طيب هنروح لكرة الطائرة هنروح لكرة الطائرة كرة الطائرة عندنا ربع انهائي مع سبورتينج بكرة ان شاء الله المباراة تلاف في سبورتينج مباراة صعبة هتلعب مطشات الكؤوس وما ادراكم الكؤوس ومفاجأتها فمطشينا بكرة مع سبورتينج احنا لعبناهم يعني مطشين رايح جاي في المجموعة وكسبنا المطشين 3-0 ولكن الكأس امر تاني طيب لو كسبنا المباراة سبورتينج ان شاء الله هنطلع عليها نقابل الفائز من بتروجيت والزهور بتروجيت غالبا ما احترام لي نادي الزهور طب انا بتكلم على نتائج الدور او متدوري نتائج الدوري بتروجيت عامل نتائج احسن ويتأهل للدور التاني يعني بتروجيت من اقوى 12 فريق الزهور لا تمام فان شاء الله كلنا ثقة في رئيتنا وفي رئيتنا عايزة تركع الكاس لانه الكاس الحقيقة احنا خسرناها السنة الفات فهو زي ما شوفنا في كل يعني الاستوديوات التحليلية واللقاءة الملعب الكاس بطولة رايح عايزين نرجعها الدوري طبعا امر مفروغ منه عايزين نحافظ على اللقب ولكن الكاس يخصنا عايزين طيب الناحية التانية السيدات كانوا بيلعبوا ثمن النهائي وربع النهائي مع نادي ديلفي كان مفروض المطش هتلاعب في صلة بيونير في اسكندرية ولكن ديلفي اتسحب بالحقيقة ما عنديش اخبار ليه تسحب هل بقى اصابات كورونا بعد الشر يا رب ولا نسحب ليه ما عارب ما عنديش فكرة ولكن اللي انا عارفه ان هم ما نسحبه فكده النادي الاهل تأهل ليه نصف النهائي ولدور الثمانية يعني اسف المطش اللي فات كان في دور الستاشر هنلاعب دور الثمانية مين هنلاعب نادي هليوبلس برضو مطش يعني ان شاء الله يعني مش سهل واللي فاز على فريق نادي الاتحاد يعني هليوبلس فاز على الاتحاد على فكرة عامل فرقة سيدات كويسة والدوري متوقف دلوقتي وهيرجع تاني يوم 7 فبراير بإذن الله يعني خلاص كلها ايام ويرجع تاني الدوري من جديد اشتركوا في القناة